قامت صباح اليوم عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى أبد الله بحملة نظافة وذلك بدءاً بالمجاري المائية باتجاه أنجاري سرا وكذا ثانوية إدقيل شرق بحارة بولاماتوم وكان برفقة العمدة نائب البرلمان للدائرة الثامنة أبد الله شوها ورئيس جمعية الدوائر من أجل تنمية تقرير آدم حنفي فاض الله من أجل تنظيف الدائرة الثامنة وسلامة سكانها من الأمراض التي تنتجها الأوساخ وعبر التلوث البيئي هو الجناح المحرك لمسؤولي هذه الدائرة وذلك بالتنسيق مع جمعية الدوائر من أجل التنمية ومساعدة العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى الجهود التي بزلت من قبل هؤلاء المعنيين تهدف أولاً إلى إزالة الأوساخ من المجاري المائية وكذا التي تضع من قبل سكان الحي بالمجر المائي الكائن بحي جاير السرا كما وصلت خطوات الفاعلين إلى سنوية دقيل شرق وذلك بهدف تنظيف ساحتها تزامناً مع موسم الدراسة لهذا العام بالدخول هنا المدارس ما شاء الله كلها اليوم جو كاتفونا اليوم جينا في الليسي والسيجي هنا دقيل است الساعة كدو واكفين فوقا لنضافها وصلية سكان الدائرة السامنة وعلى لسان النائب البرلماني فيها قد أوضح في حديثه عن أهمية هذه البادرة المشتركة من قبل النشطاء فيها باسمنا كل سكاننا الدائرة السامنة وباسم الخاص نقدم شكرنا للمنظمة الغير والهكومية ونشكر ونقف دايماً مع البلدية دائرة السامنة لكي الويتيم تكون مرايا حنا مدينة جميلة من جانبه رئيس جمعية الدوائر من أجل التنمية قد شكر كل عمال الدائرة بشكل عام وأخص شكره لهؤلاء العمال الذين هم يمثلون العائدون من جمهورية إفريقيا الوسطى ويذكر أن هذه البادرة قامت بها المنظمة الغير حكومية والتي تسمى بأكتادة بتمويل من الاتحاد الأوروبي إلا أن الأيد العاملة فيها هم من عائدي إفريقيا الوسطى اختتمت في الأيام الماضية عمال الدورة التدريبية التي نظمتها رابطة رياضة التيكندو وذلك في مجال فنون التحكيم الجديدة لصالح ممارسي هذه الرياضة تقرير عباس عبد بكر مصطفى أكثر من أربعين مشارك ومشاركة قدمون من مختلف الروابط الرياضية لتيكندو لمدينة أنجمينة تلقوا دورة في مجال الفنون القتالية التي تعرف باسم بومسا وكذا فنون التحكيم الجديدة المدير الفني لرابطة التيكندو لمدينة أنجمينة ميتر جمادوم أوضح بأن الدورة التدريبية والنظرية لممارسي هذه الرياضة سترفع من كفاءاتهم في الساحة القتالية رئيس رابطة رياضة التيكندو لمدينة أنجمينة ميتر بنبا قال بأن هؤلاء المستفيدين أصبه مؤهلين في هذا المجال وتطوير هذا القطاع يتطلب منهم تدريب المعلومات التي تحصل عليها كما قدمت كلمة شكر من قبل المستفيدين طالبين استمرارية مثل هذه الدورات وذلك من أجل تقدم رياضة التيكندو وعلى الفدرالية المساهمة مع الرابطة لتطوير هذا القطاع نقتم هذه النشرة بقراءة هذا البيان الذي وصلنا للتو بيان مشترك بين الحكومة والتجمع النقابي بعد تزميد أنشطة التجمع النقابي في اللجنة الفنية سلاسية للدراسة والتفكير حول كيفية إحلال السلام الاجتماعي الدائم فقد انعقد اجتماع بين الحكومة والتجمع النقابي هذا اليوم الواحد والعشرين من سبتمبر 2017 تحت رعاية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي للتبادل من أجل كيفية إيجاد السبل الكفيلة حول استئناف أنشطة التجمع النقابي داخل اللجنة الفنية المشتركة لتقديم الاقتراحات مناسبة للحكومة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية وبعد تبادل آراء اتفق الطرفان على الآتي واحد من طرف الحكومة تتعهد الحكومة على تسجيل رفع تجميد العائدات المالية للترقيات عند مناقشة ميزانية 2018 دفع العلاوات المتبقية للنقل بدءا من يناير 2018 استشارة الشركاء الاجتماعيين في كل المواضيع التي تخصهم من طرف التجمع النقابي يأخذ في الاعتبار تعهدات الحكومة ويتعحد من جانبه على الآتي استئناف أنشطته باللجنة الفنية السلاسية للدراسة والتفكير حول كيفية إيجاد سبل إحلال سلام اجتماعي دائم دراسة كل المطالب الجديدة المتعلقة بالتطور الاقتصادي والمالي للدولة مع الحكومة حرر في انجمنا يوم 21 سبتمبر 2017 عن الحكومة وزير الوظيفة العامة والعمل المكلب بالحوار الاجتماعي محمد الضيفة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي توقيع الرئيس علي عباز شتي عن التجمع النقابي الناطق الرسمي بركة ميشيل إذن بقراءة هذا البيان المشترك بين الحكومة والتجمع النقابي نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية أشكركم على الطبيب الانتباه والمتابعة حتى ألقاكم دمتم في أمان الله